أهو إحياء لذكرى نكبة قديمة أم أن الفلسطينيين على موعد مع نكبة جديدة عشرات القتلى ومئة الجرحى من المتظاهرين الفلسطينيين ضمن مسيرات العودة الكبرى على التخوم الشرقية لقطاع غزة تزامنا مع الذكرى السبعين لنكبة فلسطين بإعلان دولة إسرائيل المزعومة ذكرى النكبة تتزامن هذه المرة مع نظر نكبة جديدة ربما تحمل الأسوأ بالنسبة للشعب الفلسطيني فالولايات المتحدة نقلت سفارتها لدى الكيان الصيوني من تل أبيب إلى القدس معلنة المدينة المحتلة عاصمة لكيان الاحتلال ليس ذلك فحسب بل إن الحديث يدور عن قرب الإعلان الأمريكي عن صفقة القرن لتصفية ما تبقى من القضية الفلسطينية اللافت أن معظم الدول العربية باتت غائبة وربما عاجزة عن القيام بأي دور لصالح الفلسطينيين حتى أن بعض بيانات الشجب والاستنكار التي كان البعض يتندر عليها أصبحت هي الأخرى شبه غائبة موقف عربي رسمي يفسره محللون بالقول إن أكثر الدول العربية ما عادت تمتلك القدرة على منواءة الإرادة الأمريكية والصيونية وإن فعلت فهو إجراء شكلي فقط بهدف رفع الحرج عن الحكومات المنخرطة أصلا بحسب المحللين في تنفيذ المخططات الأمريكية لفلسطين والمنطقة أما عن الشعوب العربية فقد أنهكت على ما يبدو من الحروب الداخلية والصراعات الإقليمية فانكفأت على ذواتها منشغلة عن فلسطين بما حل بها ولا يزال من مصائب وانتهاكات فلم تكن ردود الفعل الشعبية بقدر ما يجري على أرض فلسطين ولا بقدر أهميتها كقضية أولى للعرب وللمسلمين مشهد عربي يبدو مأساويا بالقدر الذي يمهد به لتمرير ما يحاكل المنطقة من مخططات عبر صفقة القرن وغيرها من الصفقات في فلسطين وسوريا وليبيا واليمن وغيرها ما لم يستدرك العرب ما فاتهم